موسيقى موسيقى خير مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من المواجهة أكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعة أنا لما جبريل المواجهة الأولى النهاردة هتكون تحديدا عن مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والحقيقة أن الكثير من الجهود التي يمكن تقام في هذا القطاع تحديدا لو نكلم عن تطوير وما كانت المكاتب في المرحلة الأخيرة مواكبة تامة لتحول الرقمي جهود حثيثة من قبل المصلحة لتقدم خدمة أيسر للجمهور والمواطنين الفترة الأخيرة كان فيه كلام كثير جدا عن الشهر العقاري واللي خلصنا أو آخر قرار أو آخر تعديلات على التشريعات كانت فلسفتها التسهيل على المواطن كان يعني لما اتقال أنه الضريبة العقارية وصعوبتها ودمجها مع خروج الوثائق والتسجيل قال خلاص هنفصل ده عنده فالكثير من طبعا الجديد على التشريعات اللي دخل للتيسير على المواطن وده الهدف الأول والأخير نحن نتكلم أنه حسب تصرحات الأخيرة لوزير العدل أنه أكثر من 90% من العقارات المصرية غير مسجلة فالحقيقة أنه فيه إطار عملية الملكانة الشاملة للدولة المصرية والهدف اللي أمام الدولة المصرية لتسجيل وميكانة والعمل على حوكمة كل شيء فالهدف الأساسي أن أنا أسجل يريد كل العقارات أو معظم العقارات وفيه زي رقم قومي لكل العقارات الموجودة في الدولة المصرية في الحقيقة أن المصلحة هنا دايماً فيه محاولات للتسهيل على المواطن تقديم الخدمة بشكل أسهل وبشكل أيصر حتى هذا الأمر أثر بشكل كبير جداً على تمويل العقاري لما التجديدات أو الجديد دخل على التشريعات شهر 3 المتعلقة بعملية التسجيل في مصر هنا البنوك بدأت تيسر العملية على المواطنين اللي عايزين يستفيدوا من التمويل العقاري إذا كانت المبادرة 3% أو 8% تفاصيل كثيرة جداً هنتحدث عنها هنتحدث عن جديد الشهر العقاري الخدمة اللي بتقدم للمواطنين التسهيلات الجديدة اللي بتقدم للمواطنين بمختلف أشكال هضيفي الكريم في الستوديو هيكون الأستاذ جمال يؤوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المواجهة الثانية هتجدد فيها لقاء الأسبوعي مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل وقراءة في أهم المستجدات على الساحة كعادتنا معهم خلونا نبدأ بأول وأهم الأخبار وعيناً على الحدث النهاردة هتتركز على انطلاق فعاليات النسخة التانية من المتدأ العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم وكان طبعاً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته في العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان رؤية المستقبل بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي لأنه طبعاً هي تحت المؤتمر العام السيسكو وهي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة والمقرر أن يستمر المنتدى حتى العاشر من ديسمبر خلال المنتدى أكد رئيس أن التعليم الجيد من حقوق الإنسان أضاف أننا سنقاتل من أجل التعليم والمعرف الحقيقة ابتدى اليوم بجولة لرئيس الجمهورية مع وفد من الوزراء وطبعاً وزير التعليم العالي بيكلم رئيس النهاردة عن الجامعات الجديدة المصرية إذا كانت الأهلية أو تطور اللي حصل في الجامعات الحكومية أو الجامعات التكنولوجية وإحنا عندنا يمكن طفرة حدثت على مستوى التعليم العالي في أعداد الجامعات ومستواها وجودتها وكمان اتكلم وزير التعليم العالي عن المناهج والتوأمة اللي حدثت مع الجامعات بالخارج وأفضلهم فيه تخصصات معينة اللي نقلت لنا هنا في الجامعات الأهلية تحديداً وده خطوة هامة جداً كان فيه بعد كده زي جلسة حوار بين مختصين وخبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلين عن المنظمات الدولية وكان فيه حوار حول أبرز التخصصات طبعاً حضراتكم عارفين أن العالم بيتغير ومعها الوظائف بتتغير كان فيه حديث عن مستقبل العمل وزيرة دكتورة هالة سعيد أيضاً تكلمت عن الوضع في الداخل المصري بالأرقام بخرجينا بسوء العمل المصري وكان فيه مقارنة كمان بسوء العمل الخارجي كانت جلسة مفيدة جداً وبعدها كان فيه تعقيب من رئيس وكلمة حول هذا الأمر وحول وضع التعليم المصري ورؤية التعليم المصرية في المرحلة القادمة ويمكن الأهم الحرص المصري بالاستفادة من كل ما هو متطور وحديث من الخارج دعونا نسمع جزء من هذه الكلمة إحنا كان عندنا في مصر هنا إيطاح إيطاح يعني إيه؟ يعني كان عندنا تعليم للجميع ولكن يطر التعليم للجميع كان جودته بنفس المستوى اللي بيقدم في الدول المتقدمة في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة أفتكر بمنتهى التواضع لا ومنتهى الوضوح لا ما كان شي كده وبالتالي ما كان الخريج المتعلم عندنا أنا بتكلم على الدول منظمة المؤتمر الإسلامي وممكن ده إذا كنت تقبله إنه يتقال على مصر أنا قابله لأن إحنا تصدينا لهذه القضية بجلاء وقلنا إن إحنا إذا كان مطلوب بالمعايير العددية إن الكل مليون يبقى فيه جامعة يبقى إحنا محتاجين نعمل ميت جامعة مش كده وتحركنا في خلال الست سنين اللي فاتوا عشان نعمل جامعات لكن أيضا عشان نعمل فيها حجم من الجودة من خلال التوقمة مع جامعات عالمية عشان هم يعلمونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زيد من التفاصيل معينا على الهاتف دكتورة حنان إسماعيل أستاذ تخطيط واقتصاديات التعليم بجماعة عين الشمس يا دكتورة برحب حضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيكي الحقيقة أنه رئيس تكلم النهاردة بشكل كبير خلال افتتاح المنتدى العالمي للتعليم العالي على أهمية التعليم بالنسبة لنا وعن الخطوات اللي لسه محتاجين ناخدها واحتياجاتنا لمواكبة التعليم اللي في العالم واللي يقدر يخرج طالب قادر على مواكبة سوء العمل اللي بيتغير بسرعة جدا في الفترة دي من وجهة نظر حضرتك أو أتكلم كمان طبعا عن اقتصاديات التعليم إيه المقصود باقتصاديات التعلم الحقيقة الاقتصاديات أهلا بيحضرتك ويعني برحب بحضرتك وبرحب بالمنتديات المنعقدة في شأن التعليم ده الشأن الاختصيني وده الشأن اللي بيمثل هدف قومي للمجتمع والحقيقة أن النسايفة المتدفة سياسية بتعمل حاليا مش حاليا فقط بتعمل منذ يعني ممكن 2019 لما انطلت سيادة الرئيس بمبادرة أن التعليم عام عام 2019 هو عام التعليم وقبله كان عام المرأة وكان عام ذو الاحتاجات الخاصة والحقيقة احنا ماشيين بقطة متوازنة إلى حد كبير في التوجه بأن التعليم قضية أمن قومي وقضية قصدية في المقام الأول بالنسبة للمجتمع بأن التعليم هو دور هو القاطرة اللي هتحرك المجتمع المصري نحو التقدم القصد فبالتالي لما السيادة السياسية تهتم بالبعد الاقتصادي في التعليم وده فعلا يمكن تتير من رجال الاقتصاد قديمة نتكلم في الجزئية دي بأن أعظم التثمر هو لكل ما ستثمر في البشر وأن فعلا التعليم هو هدف اجتماعي وهدف اقتصادي وهدف سياسي واجتماعي في المقام الأول فبالتالي لتعليم بتقعني بأنها بتهتم جدا بأنها النظرة الاقتصادية للتعليم بأن التعليم هو السبيل الوحيد للمهضة الاقتصادية بالمكسر كأدام مربحة يا دكتور ولا كاستثمار في البشر استثمار في البشر استثمار في البشر وليس سيتحقق إلا من خلال اهتمام الفيادة السياسية بهذا الشأن وأنا شايفة الاهتمام منذ سنوات الأخيرة في الإطار ده دكتورة يمكن وزير التعليم العالي هو بيشرح لرئيس السيسي آخر إنجازات التعليم العالي وجولة وسط الجامعات المصرية الحديثة والقديمة وما تم تطويره كان فيه قبل كده رئيس تكلم عن المصريين اللي بيخرجوا يتعلموا في الجامعات بالخارج ونحن عايزين نستقطب الشريحة دي والحقيقة إن وزير التعليم العالي يتكلم أنه إحنا حققنا إنجاز قوي السنة دي متعلق بأنه 50% تقريبا من النسبة مقارنة بالأعوام السابقة اللي كانت بتسافر موجودة هنا في التعليم العالي في مصر إلى أي مدى ده يعد أيضا نجاح لمسألة اقتصاديات العلم في الداخل المصري يعني الحقيقة هي إنشاء بدء بصمس جامعات أهلية منها الجلالة والعالمين كجامعات أهلية الجامعات الأهلية دي مش بس حتفيد الوطن حتفيد المجتمع أو الصباقات اللي بتحب يعني يمكن رئيس ركز على كلمة الإتاحة والعدالة الإتاحة هتؤدي إلى العدالة الإتاحة يعني كل كل ألوان التعليم متاحة ومستوى الجودة متعددة لأن جودة التعليم مثلفة أنا محتاجة أعلم ابني تعليم عالمي جوجودة عالية بما ينبجي أن يكون هنا قدمتها الجامعات الأهلية المؤسيحة طبعا الجامعات الأهلية هتكون تحت إشراف الدولة بواجه إيه بشكل مباشر الجامعات الخاصة موجودة أهل لكن الجامعات الأهلية يمكن أضمن إن شهدتها معتمدة وأضمن إن إشراف كام من قبل الدولة هتكون من مصرفات لأنها هتقدم تعليم دي جودة بمواصفات عالية في نفس الوقت مش هتسفر الطالب للخارج وفي نفس دعائد اقتصادي نحن سلح يصرفها الولي الأمر في الخارج ده غير طلب الوافدين طبعا أيضا بالمقابل إلى خطة الدولة في جذب الوافدين إلى المجتمع يمكن جذب الوافدين أكثر للأفريق على فكرة في التفاقية والتعاون بين مصر وأفريقيا الجامعة الأظهر من الدول اللي بتستكتب أفريقا بثير فبالتالي إحنا الوافدين من جامعات متعددة يعتبر بيدي رانكينج في التصنيف لحيقدم أكثر من حاجة هيقدم رانكينج في تصنيف الجامعات لأن مستوى جذب الجامعة من الطلاب من الخارج يعتبر مؤشر من التصنيف إلى العالم بشكر حضرتك دكتورة وستة هذه الفكرة شكرا لك دكتورة حنان إسماعيل أستاذ التقطيط واقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس خلونا نروح خرج الحدود وتحديدا لألمانيا النهاردة انتخب البرلمان الألماني البوندستاج أولاف شولتس وهو مستشار بأغلبية 395 صوت أدى اليمين الدستورية كمستشار اتحادي جديد في البوندستاج بهذه النتيجة أسدل السطارة على نهاية حقبة أنجلا ميركل المرأة الحديدية وبدأ تحالف اتلاف حركة المرور تم انتخاب السياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشار تاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلونا نتابع هذا التقرير عدو الزميل المرسلنا في ألمانيا عربي مارزو ونرجع نتابع هذا الحدث عن قرب تطوي المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجلا ميركل ستة عشر عاما من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية معلن انتهاء فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر ليخلفها الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس ميركل أول امرأة تدير ألمانيا تغادر منصب المستشاري الألمانية وشعبيتها في أعلى مستوياتها بعد أن أنضت في السلطة خمسة آلاف وثمانمائة وستين يوما اعتبرت خلالها مسؤولة استثنائية في إدارة شؤون البلاد ميركل لخصت مشوارها السياسي بالقول إن الحياة بدون أزمات أسهل لكن حين تحل يجب مواجهتها وعددت خمس أزمات كبرى واجهتها من الأزمة المالية عام 2008 إلى تفشي وباء كورونا مرورا بإنقاذ اليورو وملف اللاجئين والاحترار المناخي وقد شهد الدور الذي لعبته ألمانيا على الساحة الدولية تطورا تحت حكم ميركل كما تنام النفوذ الألماني في آسيا كما في أفريقيا القارة التي زارتها المستشارة أكثر بكثير من أسلافها كما استعادت ألمانيا خلال حقبة ميركل موقعها كأكبر قوة اقتصادية في القارة الأوروبية مستندة إلى فائض هائل في الميزان التجاري وإدارة مالية صارمة فيما تراجعت نسبة البطالة خلال 16 عاما من 11.2% إلى 5.7% في يوليو إلا أنه بعد 16 عاما على رأس البلاد يجد حزب ميركل المسيحي الديمقراطي نفسه في موقع المعارضة ليترك المجال للحزب الاشتراكي الديمقراطي لإدارة أمور البلاد معنا عبر الهاتف من ألمانيا الأستاذ حسين خضر رئيس مجلس ليندا ماجو عضو مجلس مدينة هايدنهاوزن الألمانية مفنة بمبرحة بحضرتك أستاذ حسين وخليني أسألك التحليلات بتوضح أن الناخب الألماني أعطى أعلى نسبة أصوات للحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحتى ده يعني مكن طبعا أولاف شولتس من الوصول لمنصب مستشار ألمانيا إيه اللي بينتظر الناخب الألماني خلال الأربع سنوات القادمة من المستشار ومن الحكومة الجديدة في أوضاع اقتصادية ليست هي الأفضل بالنسبة للداخل الألماني وحتى العالم كله وإيه أبرز التحديات أيضا اللي بتواجهه التحديات الحقيقة في البداية واللسيد المشاهدين طبعا الناخب الألماني قال كلمته في الانتخابات وكانت واضحة جدا هو رافض وجود الاتحاد المسيحي في الحكم الفترة دي وكان بيكلف أو قام بتكليف الحزب الاشتراكي الديمقراطي كتكليف شعبي بتشكيل الحكومة ولكن طبعا تبقى للنتائج ما كانت شيئة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحد ويشكل الحكومة وبالتالي كان ضروري جدا أنه هو يتعاون مع شركائه اللي هو الحزب الديمقراطي الحر الحر وحزب القدر بتشكيل الحكومة وده اللي حصل فعلا هم عملوا عقد موأمة اللي بنانا عليه ويوقعوه كمان اللي بنانا عليه هيستغلوا الفينين اللي جاي وفي العقد ده معظم التحديات اللي يواجهها مهارد المجتمع الان نحن لو بنتكلم مثلا على مشكلة السكن عندنا مشكلة كبيرة جدا في السكن الميسور أو اللي يقدر المواطن العادي أنه هو يصبع إيجاره مشكلة كبيرة جدا حتى الطلبة اللي تبرز في الجامعة أو الناس اللي مرتبتها ضعيفة اللي عندها صعوبة كبيرة جدا لما هتلاقي سكن مناسب فأحيان كثيرة جدا بتقوم الطلبة أنها تأجر أوضة في شقة أو سرير في أوضة هو شقة ولكن الثلاث أحجاب وعدوا أنه هيكون في حل للأزمة دي وده من خلال أنه هم كحكومة مشتركة يقوموا أو يسعب أو يدعموا بناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا وده طبعا حيزود نسبة العرض اللي موجودة في السوق بحيث أنها تبقى مناسبة للطلب ومن هنا يحلوا مشكلة ارتفاع الإيجار اللي موجودة نفس الوقت النهاردة عندنا حتى جوة ألمانيا ناس كيل جدا بتشتغل بدوان كامل ولكن الأجر أو المركب بتاعهم لا يكافيش أنهم يعيشوا حياة كريمة في منهم بعد الدوام الكامل بيضطر أن يقدم على أعنات اجتماعية في منهم بعد 45 سنة عمل و50 سنة عمل ويطلع على المعاش برضو بيضطر أنه يقدم على أعنات الاجتماعية وبالتالي لثلاث أحزاب في الحكومة الحالية هتقوم برقى الحد الأدنى للأجور أنه هو يكون 12 يورو للساعة في نفس الوقت هترفع المقابل المادي للطلبة وبتاعة التدريب المعني وفي نفس الوقت هترفع الحد الأدنى للمعاش إلى جانب برامج أخرى لحماية الأفطال من الفكر الأسر اللي موجود في بعض الأسر اللي داخل لها النهاردة بطيط عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة المناخ متواجهها لكل دول العالم وأقول لحضرتك بطراحة مشكلة المناخ المهاردة لا بقيتش واجهها سياسية لا مشكلة كبيرة جدا وحتميت مواجهتها ضرورة لحماية هذا الكوكب وحماية البقاء البشري على هذا الكوكب وبالتالي الثلاث أحجاب اتفقوا على نقطة مهمة جدا أهمها أن سنة عشرين ثلاثين هيكون هو عامل استغناء على الفحم في توليد الطاقة وعام الفين خمسة واربعين هيكون عام وصول ألمانيا إلى دولة محايدة مناخيا بالكامل ده طبعا مجبوط كبير جدا وبرنامج صعب جدا لأن معناه أن هم عايزين يخلوا كل المصانع المعرضة تعتمد على الطاقة النظيفة لا عندهاش عوادم السيارات كذلك الأمر البيوت كذلك الأمر حتى مصادر الطاقة يبدأوا يغيروا فيها تدريجية سيد حسين العلاقات الألمانية مع الخارج علاقات متوازنة جدا ولها أخصية أو لها خصوصية وعلاقات جيدة جدا بكل أقطاب العالم تقريبا يعني معادة بعض المناوشات مع الجانب الروسي إحنا منكلم أنه حزب الخضر هو تولى حقيبة الخارجية هل هذا يشير إلى أي تغير في السياسات الخارجية لألمانيا في المرحلة القادمة فيه لازم نفرق هنا بأنه تسمى مهمية جدا وهي توجه حزب الخضر كحزب الوحدة من فردا بيمثل نفسه ووزارة الخارجية اللي بتمثل الحكومة الألمانية والدولة الألمانية ودي ممثلا لهذا في ثلاث أحزاب اللي موجودين وبالتالي الكلام اللي كانوا في بعض الأوقات بيطلع منكه ده بحزب الخضر كحزب ده ما يمثلش في رأي وزارة الخارجية ولكن رأي وزارة الخارجية فقط هو اللي بيمثل بيمثلها ويمثل الحكومة الألمانية شكرا لهذا المستوى الألماني أولاد شفول نهاردة قسم اليمين وستلم شهادة الترسيم وفي يوم بعد بكرة على طول يوم عشر هيتسافر لباريس وبروكسل وبالتالي واضع جدا للجميع أن الملف في السياسات الخارجية مهم جدا بالنسبة له كمستشار ألماني صالح النظر عن وجود وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي مهم جدا بمتباله وعايز بيأكل على توصيد العلاقات والتباقات الموجودة وعلى فكرة الاتحاد الأوروبي الموجودة وحماية هذه الفكرة هذه الفكرة الأستاذ حسين خضر رئيس مجلس الاندماج وعضو مجلس مدينة هايدنهاوزن الألمانية خلينا نقدم لحضراتكم خبر من مسؤول في موضوع هو الأهم بالنسبة لنا النهار ده كلنا ما فيش أهم من حالة الجو اليومين دول النهار ده كلنا طبعا شايفين وعيشنا حالة الطقس والعصفة الترابية التي تسببت في انعدام الرؤية نسبيا في العديد من المحافظات المختلفة ده طبعا مع انخفاض منحوض في درجات الحرارة سقوط أمطار على العديد من المناطق في المحافظات في الغد وخلال الأيام القادمة معنا عبر الهاتف دكتور محمود شهين مدير مركز التحاليل وتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية دكتور برحب حضرتك خليني أبدأ أو بداية كده إمتى نشعر بالاستقرار وتخف حدة هذه العصفة الترابية اللي كانت موجودة النهاردة نسأل خير على حضرتك نسأل خير على حضرتك وعلى كل أستاذ المشاهدين خلال الساعات القليلة القادمة تنتهي تماما موجودة تحاليل عدد نسأل خير اللي استمرت معنا يومين الثلاثة والأربع واعتبارا من فجر الخميس هتهدأ الأمور تمتمن وهتهدأ الرياح على كافة المحافظات أيضا هتهدأ الأمواج تماما اللي كانت مرتفعة في الواطن الوحر المتوسط واللواصر إلى خمس أمطار وهتعاود بقى الشبورة المائية في الظهور بعد الفجر ولكنها شبورة خفيفة الحمد لله برضو غير مؤثرة على قيادة السيارات وهدوء سرعات الرياح ودرجات الحرارة دكتور فيه انخفاض مأخوذ هل ده مكمل معنا الفترة القادمة؟ فترة أكثر هي طبعا من خلال الأيام اللي جاية هتقل لك الميات السحب وهزيد فترات فتوعة شهرة السمس وقت الظهيرة وهترتفع درجة حرارة العظم بشكل طفيف تصل إلى 23 و24 درجة خلال الأيام اللي جاية على القاهرة الكبرى لكن فترات الليل ترقفت درجة الحرارة بشكل سريع وبيكون في فرق كبير بين العظم والصغرى بيزيد على 10 درجات معوية ده اللي بيخلينا نتطلب باستمرار ارتداء الملابس الشتاء بقى الفترة اللي جاية خصوصا في فترات الليلة والصبح بدري وإحنا خارجيين بإذن الله شكرا لحضرتك دكتور محمود شهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية وأهلا طبعا بكل محبية الشتاء فاصل قصير مشاهدينا الكرام وأول مواجهة ليا ليلة في انتظار حضرتكم بعد هذا الفاصل يشهد تطويرا شاملا وغير مسبوق في الخدمات المقدمة للمواطنين لسنوات طويلة مضت كانت ذهاب إلى الشهر العقاري خطوة غير محببة لدى كثيرين السيارة تكون موجودة في أماكن اللي بقى فيها تكدس من الزحام أو التكدس في أماكن الشهر العقاري أو فروع التوسيق بقى السيارة فعلا بتدعم الفروع التوسيق المتكدسة بحيث أن هي بتيسر على المواطنين وطبعا ده وفقا لتوجيهات الدولة في تخفيف على المواطنين بسبب كثرة الإجراءات المطلوبة لاستخراج مستند واحد لكن هذا الوضع آل إلى تغيير عن طريق منصة مصر الرقمية التي تعد من أذرعها مكاتب التوسيق المتنقلة هو يعتبر مكتب متكامل من حيث أن أنت بتعمل كل الإجراء بتاعك جوال عربية أكنك بالضبط أكنك موجود في مكتب تمام هنا بناعمل كل المعاملات من أول التوكلات العامة التوكلات الخاصة الإقرارات تمام دي كلها بتتعمل في العربية والمواطن بيجي يعمل الإجراء بتاعه ويبدأ من عند نفس الموظف وينتهي عند نفس الموظف يعني الموظف الموجود في السيارة بيوم بكل المهام بيعمل الإجراء من أول والأخر لغاية تقديل الرسوم بتاعه لغاية التوقعات لغاية الأختام لغاية كل حاجة بيستلم الإجراء بتاعه من السيارة وهو واقع جاءت مكاتب التوثيق المتنقلة حلا لمشكلة ازدحام مكاتب الشهر العقاري مع إمكانية تقديم الأفراد أو الشركات طلبات استخراج المستندات التي يقدمها المكتب المتنقل من المنزل بصراحة حاجة متميزة جدا جدا ما شاء الله يعني الموضوع ده هيسهل حاجات كتير جدا على المواطنين يعني أن أنا أجي أسأل ألاقي الموضوع كله في عربية كده وكل حاجة متأسرة جدا على اللاب اللي قدام الموظف حتى الدفع موضوع الفيزا ده كمان أن أنا أدفع بالفيزا سهل كل حاجة يعني المصلحة لو كانت بتقعد مثلا يوم عشان تخلص ما شاء الله بموضوع المصر الرقامية ده حاجة محترمة جدا بالشهر العقاري المتنقل ومنصة مصر الرقامية ووسائلا أخرى تتجه مصر بخطة ثابتة نحو التحول الرقمي للتيسير على المواطنين والتقدم بأداء الجهاز الحكومي الدولة المصرية ماشية بخطوات منظمة تجاه بناء مصر الرقمي في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات خاصة كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة بشكل مباشر للمواطن من أهمها طبعا مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طبعا لوزارة العدل واللي بتشهد عملية تطوير شملة تتضمن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمتها ده طبعا بيكفل تقديم خدمة أسرع للمواطن وأدق وحماية طبعا ملكيات المواطنين ده غير دفع عجلة نمو الاقتصادي إلى الأمام وتشجيع بيئة الاستثمار لأنه عملية التسجيل لها صلة مباشرة بعملية النشاط العقاري أو سوء العقاري والاستثمار من ثم خلونا نتعرف أكتر على الجديد وتطور التقني زي ساهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري معي ضيفي الكريم في السوديو دكتور جمال يأوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق دكتور برحب بحضرتك أهلا وسلام ورحب بحضرتك وبرحب بحضرتك وبرحب بسأل المشاهدين خلينا دعوا حضرتك أغلب صروة المصري المخطوطة يا فأراضي يا فبيوت وإحنا عندنا نسبة كبيرة جدا كان 90% وأكتر غير مسجل عايز أعرف خدمات حضرتكم اللي بتسهل على الجمهور والمواطنين واتيسر عملية التسجيل أو التوثيق أو بداية في بداية الحوار نوجه الشكر والتقدير لو كيادة السياسية ممثلة في فخامة السيد الرئيس لاهتمامه بمشروع قومي يعد من أهم المشاريع القومية في الدولة وهو مشروع التحول الرقمي الدولة بدأت تتحول تحولا تدريجيا رقميا من دولة ورقية إلى دولة غير رقمية غير رقمية يعني إيه؟ مستوى الخدمات الحكومية فيها خدمات أكترونية التنمية قائمة على أساس التحول الرقمي طيب خطة وزارة العدل في التحول الرقمي ما لم تقتصر على إنشاء مقراء إنما امتدت الخدمة فيها إلى زيادة واستحداث فروع للتوصيق على مستوى الجمهورية تم توقيع العديد من البروتوكولات ما بين وزارة العدل وما بين وزارة الاتصالات وما بين وزارة التخطيط من شأن هذه البروتوكولات إتاحة الفرصة وإعطاء خدمات جديدة لم تتواجد في مستحة شهر أقريب من قبل خدمات جديدة بأليات جديدة بطريقة سهلة وبطريقة ميسورة زي يا فندي أنا عندي في سنة 2014 كان عدد مقرات التوصيق على مستوى الجمهورية 360 فرع دلوقتي أنا عندي كما يا فندي 561 فرع توصيق يعني زادت نسبة فروع التوصيق أكتر من 55% ده بنسميه التوسع الأفقي في خدمات توصيق المحررات والتوكيلات على مستوى الجمهورية من الـ 561 فرع تم ميكانت 325 فرع يعني أكتر من 70% دخلنا أكتر من 65% من فروع التوصيق تم ميكانتها وأصبحت جميع هذه الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد وسعدتك عارفة يعني إيه نظام الشباك الواحد المعاملة أمام موظف فقط يتم التعامل أمام موظف فقط الورق لا يتداول والمعلومات أمام موظف فقط طيب إجمالي عدد الفروع اللي تم نقلها من يدوي إلى مميكان 325 فرع تم استحداث نظام الشباك الواحد في 325 فرع على مستوى الجمهورية يعملوا بنظام الشباك الواحد استحداث مكاتب وفروع التوصيق في مكاتب البريد وبالفعل تم توقيع برتوكول ما بين وزارة العدل وما بين الهيئة القومية البريد من شأن هذا البرتوكول إنشاء مقرات للتوصيق داخل مكاتب البريد هذه الفروع اللي تم الإنشاها غطت كام 110 مكتب بريد على مستوى الجمهورية يؤدي كافة خدمات التوصيق فيما عدا الخدمات التي استوجب القانون فيها لإختصاص البكان كل هذه المكاتب سواء كانت 325 فرع تعمل بنظام الشباك الواحد عند 110 فرع بريد نعمل بنظام الشباك الواحد كل ذلك قدع على مرحلة اليدوي والفروع اليدوي هل كل الخدمات بتقدم لازم التسجيل لها قبل ما نروح المكتب فاندم؟ لا مش شر في بعض المكاتب اللي تم فيها الحجز على الولاين والحجز المسبق وفي بعض المكاتب بوابة مصر الرقمية موجودة في هذه الفروع بيتم التعامل فيها بطريقة سهلة طب لو أنا مش مسجلة ورايحة مكتب لازم أكون مسجلة قبلها مش عارفة أعمل خدمة اللي أنا عايزة لا موجود يا فاندم بوابة مصر الرقمية موجودة خدمة موجودة داخل الفرع تستطيع إن ساعتك لو ساعتك مسجلة ما فيش مشكلة ما فيش تسجيل لحضرتك بتخش على بوابة مصر الرقمية وبتحجزي في نفس الفرع وانت وقف والخدمة بالتمنى في بقى نسبة موظفين بيساعدوا لأن في أهلين حضرتك عارف ممكن كبار سن أو أمي بشهر طبعا هو خدمة بوابة مصر الرقمية معمولة لهذه الفرع لهذه الخدمة اللي هو ما بيقدرش يتعامل أو ما عندهش آلية التعامل أو ساعتر التعامل فهو اللي بيتعامله وهو اللي بيحجزله وهو اللي بيدخله على المعاملة بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة عندي يا فندم 22 خدمة من خدمات الشهر العقاري موجودة على بوابة مصر الرقمية وعلى بوابة مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل ده ممكن أعملهم من غير منزل؟ من البيت؟ وانت في البيت وتأدي الخدمات كلها اللي 22 خدمة وانت قاعدة في البيت وما تنزليش وتوصل لساعتك الخدمة في المكان اللي ساعتك بتحدديه هذه الخدمات لو حبينا حتى نعرضها على الشاشة خدمات تمتد لخدمات شهر العقاري وخدمات للتوصيق هذه الخدمات استخراك صورة من عقد مسجل أو عقد مشهر تقدر ساعتك تتحصل عليها وانت ساعتك في البيت استخراك شهادة عقارية صورة كتاب دوي أو صورة من منشور مالي أو صورة من منشور فني أو طلب بيع شقة أو بيع قار كل هذه الخدمات بالنسبة للترجمات ترجمة على موقع الوزارة ترجمة عقد لللغة الإنجليزية عقد زواج باللغة الإنجليزية شهادة طلاق صورة من عقد باللغة الفرنسية ترجمت عقود زواج باللغة الفرنسية ترجمت إشهادات طلاق باللغة الفرنسية إلى اللغة الفرنسية ترجمت رخصة دولية إلى الرغة العربية كل هذه الخدمات موجودة على الموقع مصر الرقمية وموجودة ساعتك على موقع الوزارة خليني أسأل حضرتك إحنا تابعنا تقرير عن السيارات أيضا المتنقلة المميكانة دي موجودة فين يا فندم وإيه الخدمات اللي ممكن تتم من خلالها شو يا فندم تم توقيع بورتوكول ما بين وزارة العدل وما بين وزارة التخطيط وما بين وزارة الاتصالة الهدف من هذا البرتوكول الدفع بعدد من سيارات التوصيق المتنقل الشهر العقاري منذ إنشاء سنة ستة واربعين وبقانون التوصيق كانت مكاتب التوصيق سابتة مع ازدحام السكان ومع اتساع الرقعة السكانية الكبيرة اضطرنا إن احنا نخرج خارج هذا الإطار فتم استحداث سيارة التوصيق المتنقلة سيارة التوصيق المتنقلة هي عبارة عن مكتب للشهر العقاري المتنقل يؤدي الخدمة بالكاملة في فروع التوصيق يتم الدفع به أمام فرع التوصيق المقتز بالسكان أو المقتز بالعمالة لرفع كفاءة هذا المقر دي حالة أو الحالة التانية اللي هي استخدام هذه السيارة في التوجه إلى إحدى الفروع لرفع كفاءة هذه الفروع أو الحجز عن طريق الخدمة خمستاشر ثلاث تسعات اللي هي ممكن أن تنتقل السيارة إلى شركة أو إلى منزل تؤدي فيها خمستاشر ثلاث تسعات عشر سيارات أي أسطول السيارات لدى الشهر العقاري واحد وعشرين سيارة هذه السيارات الجديدة اللي هتم فيها إطلاق الخدمة يوم خمستاشر ثلاث تسعات ما بين محافظات الوجه البحري والوجه الإبلي وبهذا العدد نستطيع أن نقول أن جميع السيارات التوصيق المتنقلة غطت الجمهورية بالكامل وانتشرت انتشار واسع في الجمهورية بالكامل سؤال الأخير لحضرتك هل يبقى الوضع على ما هو عليه لحين الانتهاء من النظر في التسهيلات للدولة بتقوم بها وزارة العدل بشكل خاص لأنه كان حدث في الفترة الأخيرة كثير من الكلام والحقيقة أنه دخل تسيرات كمان على التشريعات القديمة جدا يعني الوضع يبقى على ما هو عليه لحين انتهاء العامين أنا بس عايزة أكد النوطة النوطة دي ما زال الشهر العقاري هو وزارة العدل عدت مشروع بقانون بتعديل بعد أحكام القانون 114 قانون تنظيم الشهر العقاري على أعلى مستوى وتم دراسته بوزارة العدل وبقطاع التشريع وبقطاع الشهر العقاري وجميع القطاعات بوزارة العدل اشتركت في هذا التعديل توضع مشروع بقانون أزال غموض أمور كتيرة وحل مشاكل لأمور كتيرة وهذا المشروع أرسل المجلس الوزارة وتم التصديق عليه من دولة الوزارة ومن المجلس وعرض رفع للمجلس النوات أخيرا بشكر حركة شكرا جزيلا دكتور جمال ويعني مجهود كبير جدا فيما يتعلق بمصلحة شهر العقاري والتوثيق شكرا لحضرتك دكتور جمال يأوت رئيس مصلحة شهر العقاري والتوثيق ضيفي الكريم فاصل قصير وكن في انتظار حضرتكم ورحب بحضرتكم من جديد ضيفي الكريم الأستاذ عبد الحليم أنديل وقراءة في العديد من الملفات أستاذ أنديل نحن برحب بحضرتكم النهاردة أستاذ أنديل رئيس حضر وشاهد المتادة العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام الإساسكو في العاصمة الإدارية الجديدة وكان في حقيقة زي حوار متخصصين في هذا المجال وزير التعليم العالي وزيرة التخطيط حول الوضع العالمي والوضع المصري أبرز ما توقفت أمامه يا فندم خيرا هذه الجلسة يعني أولا طبعا معروف أن دي نسخة تانية من المؤتمر ذاته المؤتمر العالمي للتعليم والبحث العلمي النسختان عقداتها في مصر وطبعا بالتعاون مع الإساسكو اللي هي منظمة إسلامية للتربية والعلوم والثقافة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي طبعا الاهتمام بالتعليم إحنا لدينا اهتمام مفرط حقيقة من حيث الشكل بالتعليم يعني من ثلاثين سنة لو سيتجمعت كل الأوراق والأبحاث والمقالات اللي كتبت عن أهمية التعليم وإلى آخره هتلتقى أطمام ورغم ذلك حتى بكلام الرئيس نفسه في المؤتمر اليوم لم يحدث التطور المرغوب في التعليم أتصور أن نقطة الخلل في الكلام على نحو التعليم طبعا فيه كلام كبير والتعليم قضية أمن القومي والتعليم كذا كل ده مفهوم خلصنا وبعدين بعدين أنا رأيه ببساطة أنه ما فيش نظام تعليمي يقوم في فراغ النظام التعليمي يحدده طبيعة الاقتصاد المرغوب في البلد يعني باختصار لو إحنا عاوزين نعمل اقتصاد صناعي تصنيع البلد تصنيعا شاملا وهذا هو جوهر مصنوب وإن فيش أمة يمكن أن يقال عنها أنها تقدمت إلا بالتصنيع الشام بأن تنتج بأن تحل محل الوردات وأن تزيد الصادرات وإنه هذا الكلام معناه أن أنا عاوز أوفر مهندسين يعني معناه في التعليم أن أنا عاوز أركز على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا إلى آخره أما أجأ شوف نظامنا وضعنا التعليمي وهو طبعا متدني جدا بوع عموما في المؤشرات الدولية في زيل القواتم الدولية وضعنا التعليمي أحد وجوه الخالة التي لا التفت إليها الكثيرون إن احنا كنا في أواصل السبعينيات من القرن الماضي نحو 80% من الراغبين في الاتحاق بالجامعات لخلص سنون عاما وبدخلوا الجامعة خارجين من القسم العلمي والباقي من القسم الأدبي انقلبت الموازين الآن أصبحت الغالبية نفس النسبة تقريبا 80% من القسم الأدبي والأقلية من القسم العلمي يعني ده مجتمع مش طالب تعليق مش طالب علم يعني أما مش عاوز علم مش عاوز هندسة مش عاوز فزيزة أنا هعمل برنامج فضاء إزاي ولا برنامج نواء وين ولا تصنيع محركات ولا كذا ولا كذا ولا كذا عندي هذا بلد كبير في عدد كبير من العلماء والمهندسين وكذا لكن الاحتياجات بتتكشف يعني احنا كان عندنا وهم من كم سنة أن عدد الأطباء كتير جدا ثم اكتشفنا أنه احنا عندنا نقص فادح في عدد القطم بالهجرة وبغير الهجرة المدرسين كذلك الكذا فيه نقص فادح في مجالات كثيرة جدا بينما فيه انتفاخ فاضح في مجالات أخرى طبعا ما احترام الكل المهند يعني مثلا أنت عندك نقابة المحامين فيها 700 ألف عضو أكبر معدد المتهمين في البلد يعني فالفكرة أنت بتتكلم عن إيه أنهي نظام تعليمي كذا طبعا الاستفادة من تجارب الأمم وغيرها شيء كله مطلوب لكن أنا أخشى أن تكون الاستفادة أو أن الاستفادة كانت خلال عقدين على الأقل ماضية أو ثلاثة عقود على النحو التالي كل ما حد يشوف نظام تعليمي في حتة كويس يعمل نسخة منه في مصر والنتيجة أنهينا مقلب يعني مفيش هوية لنظامنا التعليمي كلام الرئيس اليوم بيتكلم آه طبعا أضيف نظام التعليمي وتغييره بتاخد مدى أنا موافق أنها بتاخد مدى بس المهم بتاخد الاتجاه قال الرئيس أنها بتاخد من 15 ل 20 سنة وبتطلب توفير موارد وأن البلد محتاجة 100 جامعة أنا الذي ألحظه أن في بعض جامعاتنا يعني في السنوات الأخيرة تقدمت لمربع ألف دل 500 جامعة في العالم كنا بره هذا الكلام لفقت طويل وأنشأت جامعات أهلية وغيرها وغيرها تعميق المعنى معنى علاقة الاقتصاد المرغوب بش الاقتصاد القائد الاقتصاد الذي نريده بالتعليم الذي نريده دي همزة الواصل المطلوب لورد كرومر لما كان عمل مستر دانلوب معه بيعمل نظام تعليمي كان عاوز مش هيقدر يجيب إنجليز يديره البلد كلها فيه إشراف الإنجليز المحتلين على موظفين يشتغلوا في الإدراج فعمل النظام التعليمي على أساس فحكاية أن احنا بندور عن نظام تعليمي في فراغ يعني مسألة أعتقد أننا لابد أن نعتبر بيها ولابد من إيجاد هوية لنظامنا عايزة أسأل عليك عن التعليم الفني فيه أعتقد أعداد أكبر طبعا ومن الوضح أنه يعني اختلفت النظرة اختلفت النظرة أنا موافق بس اختلاف النظرة ده ألجأتنا إليه الضرورة اللي بتحصل كان فيه نظرة احتقارية أو تصغيرية للتعليم الفني أو كذا أو كذا في دلوقت كليات تكنولوجية وكذا وكذا هي دي الأساس اللي احنا عاوزين نمشي عليه طب نمشي عليه بإيه أنا عندي أنا أنا لما أتكلم عندي مشروع فضائي بدأي أنتعيش أخيرا عاوز أعمل أقمر لأن العالم كله يا فندم مش كل الناس خريجة جماعات أعمل أقمر صناعي أنا أتكلمش عن الجماعات التعليم عموما المدرسة يعني اسمها لندن سكول يعني ما اسمهاش يعني فالدي بتعمل إيه الرياضيات الفيزياء الكيمياء البيولوجيا الكذا كل ده هو ده أساس العلم أصنع صواريخ إزاي يعني بمين يعني بقى هجيب خريجة كليات أداء بيصنع لي صواريخ أو أحطه على الرصيف أو أشغله وسواء تاكسي يعني إحنا محتاجين إعادة نظر في الجوهر جوهر محتوى محتوى التعليم محتوى المحتوى المحتاج يتقلب يتعيد الميزان الرئيس كلم عن في اتجاهات تطرف وكذا 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 نظرتها العلم نظرة سلبية جاهلة دي أثرت لكن طبعا الحكومات التي صغت هذه السياسات أيضا أو تركتها بالتداعي أثرت أيضا فإحنا محتاجين إعادة نظرة فعقد هذا المؤتمر يستحس هذه الطريقة يعني وفيش أمة نهضة الأمة ونهضة حديثة مثل الصين مثل الهند مثل كذا غيرت في نظامها تعليم بفكرة المحتوى أنا بعلم مين وبعلمه إيه عشان إيه مش مش عشان نواجهها يعني إن فيه جماعات أو كذا أو كذا أو كذا فالنقلة مهمة طبعا نرتبط بالإسسكو اللي هو اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية طبعا التقليد ده بدأ من 2004 بدأت بمدينة مكة المكرمة في 2005 وبعدين وصل دلوقت للقاهرة كان مفترض إن هذا العام اللي تبقى فيه القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية كان يبقى عام 2020 طبعا بأسباب كورونا وغيرها فالمفترض إن عام 2022 هيحل محل 2020 وهتبقى القاهرة في مركز العالم الإسلامي هي عاصمة الثقافة الإسلامية وفيه بخارة في أسبكستان وفي مالي فالفكرة فكرة إنه عام للقاهرة عام جديد للقاهرة أنا بشكر حضرك أستاذ أنزيل شكرا جزيلا على وجودك معنا الأستاذ عبد حليم أنت اللي في الكريم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا